شو أصل ظاهرة الزومبي؟ وكيف غزتهاي الظاهرة شاشات التلفزيون والسينما العقوب؟ وكيف تحول سواء بمسلسلات فنتازية تاريخية مثل Game of Thrones أو بأعمال معاصرة أكتر مثل The Walking Dead أو بمئات ألعاب الفيديو الزومبيات موجودين بكل مكان خصوصي وقت القصة بيكون لازمة أعداء بيقدر البطل يقتلهم من دون ما يشعر بتقنيب الضمير أو يفقد محبة الجمهور لإله وبهي الحلقة لحنشوف من وين أجت ظاهرة الزومبي وكيف غزت شاشات السينما وتغيرت لتناسب تغير العصور والمجتمع هلأ فكرت أنه جثة ترجع للحياة وتتحرك موجودة بكتير أساس وأساطير من كل أنحاء الكرة الأرضية بس الزومبي يلي منعرفه اليوم ومصطلح زومبي فينا نتبع أصله للشعوب الكاريبية يلي من أصل أفريقي بين 1514 و 1804 فرنسا وأسبانيا استعبدوا مئات الآلاف من أفريقيا وأخدوهن على جزيرة بالبحر الكاريبي يلي اليوم بتشكل جمهورية الدومينيكن ودولة هيتي هنيك الديانات الأصلية تبع الشعوب الأفريقية المستعبدة اندمجت مع الديانة الكاثوليكية تبع المستعمرين وظهر منهم دين ومعتقدات جديدة اسمها فودو بهذا الدين بيقامنوا أنه جسم الإنسان هو وعاء والروح مقسومة لجزئين جزء بشكل الوعي والشخصية وجزء بيتحكم بالحركة وكانوا يقامنوا أنه ممكن مشعوذ أو رجل دين شرير يتخلص من الجزء يلي بيتحكم بشخصية ضحيته ويحولوا لجثة متحركة بتنفذ كل أوامره من دون تفكير وهذا الكائن اسمه زومبي وبتقول الأساطير تبع الفودو أنه المشعوذين الأشرار كانوا يستخدموهن للعمل بالحقود لهيك من الواضح أنه هاي الأفكار نابعة من الخوف والألم يلي عانى منه أهل المنطقة بسبب العبودية ولهيك الزومبي بهي الثقافة كان ينظر لإله على أنه ضحية محكوم يكون عبد طول حياته مو كوحش لازم العالم يخافوا منه بس هذا الشي يتغير بعد احتلال الولايات المتحدة لهيتي بعام 1915 الأميركان بدأوا ينقلوا صورة مشوهة عن أهالي هيتي وعاداتهم وتقاليدهم مثل أنه كانوا يعبدوا الشيطان ويعملوا أضاحية بشرية وهذا الحكي ما كان إله أساسا من الصحة ودين الفادو صار اسمه فودو وقت انتقل على الولايات المتحدة وارتبط عند البعض بالشعوذة والممارسات الشيطانية مثل صناعة الزومبي وبعام 1932 طلع الزومبي لأول مرة على شاشة السينما بفيلم اسمه وايد زومبي أو الزومبي الأبيض وبيحكي عن شخص عم يحاول يأنقذ خطيبته من مشعوذ شرير حوله لزومبي وخطفه باللسطيني اللي تلتها طلع الزومبي بالعديد من الأفلام الأميركية بعضها كان فيه إشارة خفيفة لأصل الظاهرة بهايتي وبعضها ما جابوا هي السيرة بنوبل لحتى بعام 1968 طلع فيلم نايت أوف دي ليفينغ ديد يلي غير صورة الزومبي للأبد الفيلم بيحكي عن جثث بيعودوا للحياة بيحاصروا مجموعة من الأشخاص ببيت مخرج الفيلم جون كاربنتر ما استخدم مصطلح زومبي أبدا ما كان حتى عنده فكرة عن أصول الكلمة والمشاهدين هنن يلي سموا لحوش بالفيلم زومبي وهذا الفيلم كمان هو يلي أظهر أنه هي الكائنات بياكلوا لحم بشر وبيمشوا ببطء الفيلم كمان ركز على الأشخاص العلقانين وعلاقتهم مع بعض كيف بيتغير طبعا تحت ظروف معينة جون كاربنتر سمي لاحقا بعراب الزومبي وعمل عدة أفلام عنهم كان فيهم إسقاطات عن المجتمع الأميركي مثل دون اوف دا ديد يلي كانت أحداثه بتجربة مول أو مركز تجاري وانتقد بشكل غير مباشر الرأس مالية وثقافة المستهلك بس بكل هي الأفلام الزومبي كان ظاهرة خارقة للطبيعة غير معروفة للأصل والتغيير الجديد يلي طلع على مفهوم الزومبي ما أجى من السينما أجى من ألعاب الفيديو وتحديدا لعبة الرعب اليابانية الصنع ريزيدنت إيفل يلي لأول مرة خلت مصدر الزومبي هو فيروس من صنع الإنسان هلأ مو صدفة إنه اللعبة طلعت بعام 1996 بعد فترة أصيرة من هجوم بيولوجي نفذته جماعي تقوم شنريكيو الإرهابية باليابان الهجوم استخدم غاز السارين واستهدف محطات المترو ومثل الأدب والسينما كمان هي اللعبة حاولت تاخد إلهامة من المخايف الحقيقية تبع الناس الخوف من الأسلحة البيولوجية ما ظل ظاهرة محصورة باليابان وبأوائل الألفينات انتقل للعالم كله هاد الخوف بالإضافة للخوف من الأوبئة مثل السارس يلي طلع بال2003 وانفلونزا H1N1 يلي طلع بال2009 سهموا بتشكيل ما يسمى بوباء الزومبي يلي بيأظهر حالة الزومبي بالأفلام والمسلسلات كمرض بين الناس واللي فينا نشوفه بالأفلام الحديثة نسبيا مثل World War Z من بطولة برات بيت يلي هو بالأساس مقتبس عن رواية طلعت بال2006 وغالبا بعد ما مر العالم بوباء الكورونا هاد الشكل من الزومبي رسخ أكتر بذهن الناس ولح يضل راسخ على الأقل لحتى تطلع مصيبة جديدة ومخاوف تانية تشغل اهتمام الناس اشتركوا في القناة